السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلاً وسهلاً ومرحباً بكم طلابنا الأعزاء في مادة علم المواد 2 مع محدثكم الدكتور محمد عبد العزيز سالم في الجزء السادس من الفصل الخامس سنتناول طرق تحضير المواد السراميكية Processing of Ceramic Material وهذه الطرق التحضير المواد السراميكية على نحو التالي Sleep Casting, Tape Casting, Powder Metallurgy, Reaction Bonding, and Injection Molding وفي هذه الجزءية سنتناول النوعية الأولى وهي Sleep Casting Sleep Casting Process أو طريقة Sleep Casting في الحقيقة تستخدم Sleep Casting Forming a hollow ceramic part by introducing propyl slurry into a mold هذه الطريقة في الحقيقة تستخدم لإنتاج منتج مجوف عن طريق استخدام شيء اسمه نسلاري في الحقيقة بشكل عام المواد السراميكية يمكن أن تصنع بدرجتين إما من طريقة Solid State أو أنني أحول المواد السراميكية إلى ما يشبه المحلول عن طريق إذابتها في أحماض أو قلويات فتتحول إلى محلول تعالوا نشوف الsteps بتاعة Sleep Casting Process كما توضحها الرسومات الآدية في الرسمة الأولى بأملأ القالب بالمادة السراميكية اللي احنا قلنا على شكل سلاري أو ما يشبه المحلول تاني خطوة بأتركه فترة من الزمن حتى يحدث له عملية تجمد للقشرة الخارجية للخاصة بصمك المنتج وهذه تعتمد على time فكلما تركت وقت أكبر كلما زاد سمك المادة السراميكية داخل القلب بعد ذلك في الخطوة رقم C الزيادة من هذا الموجود داخل القالب التي لم تدجمد بعض أصبها في إناء آخر لحين استخدامها مرة أخرى أما في الجزء الأخير فأنا بعمل removing أو عملية إزالة للمنتج من خارج القالب نلاحظ أيضا في هذا المنتج أو في هذا القالب أنه في نوع من أنواع الإنسيابية أو الميل في الجدران بتاعة القالب حتى يسهل عملية خروجه من القالب بعد عملية تجمده ترجمة نانسي قنقر